اهلا بكم في قناة هودا جاد للكروشي والاعمال اليدوية براحب بكل متابعي القناة لو اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة بعمل سبسكرايب وتفايل زر الجرس علشان يوصلك كل الديد وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفد يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا ازايكو حبايبي عمين ايه يارب يكونوا بألف خير رجعتلكم بالجزء التاني من الشنطة تمنى اكون ما اتأخرتش عليكم اه احنا اخر حاجة كنا في الجزء الاولاني كنا اشتغلنا مع بعض الوحدات دي تمام عارفنا الطريقة بتاعتها ازاي بنعمل الوحدة بتاعتنا واخدنا القياس بتاعها كمان وقلنا لو عايزين نقبرها او نصغرها قلتلكو الطريقة بتاعتها ازاي طيب دلوقتي في الجزء التاني ان شاء الله احنا هنقوم بتشبيك المربعات دي احنا كنا اشتغلنا تسع مربعات تمام انا شبكت دول علشان برضو الوقت بتاع الفيديو بس هشبك معاكم اخر وحدة بنفس الطريقة اللي انا عملتها تمام فدلوقتي احنا هنجيب الوحدة بتاعتنا دي وقادي الوحدة التانية المفروض ان انا هحط اللي اتنين كده على بعض على الوش تمام يعني الواجهين بصين لبعض وبعدين هنضم كده بالابرة والفتلة العادية خالص دي ابرة وانا لضمت فيها الخير بتاعي وحاجي هعمل ايه هشتغل ازاي زي ما قلت كده انا ضميت هنا الوحدتين على بعض هاجي اشتغل من الفراغ اللي هو اللي في النص اللي هو كان في الزاوية الفراغ اللي بين الثلاثة عمود بلفة والثلاثة عمود بلفة التانيين تمام هاجي اشتغل كده حمسك كده هو الطرف الباصس لجوه ونفس الغرزة المقابلة لها بالزبط في الوحدة التانية اللي اتنين هم كده مقابلين لبعض وهبتجي اصحب الخيط وهنا هنعمل عقدة عقدة بداية كده هوت يعني هربطها معنى اصح بحيس اني ما تفكش معي مع الوقت رجلة صغيرة كده فب تمام بعد كده هوت هنبتجي بقى هناخد ازاي هنمشي كده انا هقربها شوية كده للكاميرا عشان تبقى واضحة هاجي هنا في اول دلع كده اللي هو من برة معاه الدلع المقابل ليه على طول برضو اللي هو اللي من برة يعني الطرف اللي من هنا مع الطرف اللي من هنا تمام حرف الفي اوكي هاخد اول طرف باصس كده والطرف التاني اللي هما باصس كده يبقى الطرفين اللي هما باصين لبرة وهسحب الخيط هبتجي اخد الغرز اللي وراها على طول الطرفين هما تلي من برة وهسحب الخيط بتاعي همشي الغرز اللي وراها برضو هنفضل ماشين كده كل غرزة والغرزة المقابلة لها خياطة بسيطة جدا جدا مش محتاجة آآ ما فيهاش فكرة يعني هنكمل كده لنهاية الوحدة بتاعتنا تمام فانا حمشي شوية وبعدين حنتقابل هنا عشان نعرف هنقفل ازاي ورجنا نكمل مع بعضنا انا خلصت خلص وصلت لنهاية الوحدة وعند الغرزة بتاعت المبين الثلاث الثلاثة عمود بلفة والثلاثة العمود بلفة تانيين هدخل كده واخد اخر غرزة تقفيل هنا هوت بالشكل دوت وبعدين هاخدها تاما غرزة تاني في نفس المكان على اساس ايه يعني انا امكن الشغل بتاعي وما تفكش مني تمام خلصت على طول كده هوت هتحب تجي ادخل كده ما بين الغرز علشان خاطر افصل الخيط وبقبل مرة انا نضفت الوحدة بتاعتي يعني مرزتين كده بالشكل ده تمام بس كده وهنا كمان كانت بداية الشغل هنضف برضو كده هو لطول بالشكل ده دعالوا بقى نشوف كده هو شايفين كده اتشبكت الوحدة مع الوحدة اللي قبلها هنستمرت كده كده بقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة وحدات طيب هنعمل ايه تاني الخطوة اللي بعندي كده هوت هنبتدي نطلع بقى بجسم الشمطة زي ما احنا قولنا قبل كده انا طلعت بالجنب دوت وهشتغل معاكم الجنب التاني علشان تعرفوا انا اشتغلت ازاي تمام فاحنا هنشتغل كده هوت النفس اللي انا هعمله دلوقتي معاكم هو هو اللي انا قررته هنا هوت تمام هنعمل عقدة البداية بتاعتنا بالشكل اللي احنا بتعودين عليه كده ان احنا سحبنا الخيط تمام بعد كده انا جيت هنا هوت على ضهر الشور تمام كده من الوحدات من الداخل وحتجي اشتغل هاجي هنا قبل غرزة تقابلني تحت كده هوت تحت اد العين اه تحت اد العين تمام وبتيجي اصحب الخيط وهطلع من الغرزة بتاعتي بعد كده هعمل غرزة حشو غرزة سلسلة هتقل تاني في نفس المكان واسحب وهعمل غرزة حشو بعد هي خالص ودي كده بقت عندي اول غرزة تمام بعد كده هوت هروح للغرزة اللي وراها واسحب اخد غرزة حشو والغرزة اللي وراها هاسحب اخد غرزة حشو والغرزة اللي وراها وهنعمل غرزة حشو هنشتغل السطر ده كله غرز من الحشو هشتغل كده على طول كل الغرز غرز حشو بالشكل ده هكمل شوية وهاجي هنهوت عند التقابل بتاع الوحدة دي مع الوحدة دهيت وهنقفل مع بعضينا وصلت للهنهوت النهاية تمام هاخد اخر غرزة في الوحدة اصحب كده اعملت غرزة حشو فيه نهوت بقى اللي انا كنت بعمل فيه الخياطة بوصل الوحدة دي بالوحدة دي تمام هنزل كمان تحتها كده واسحب الخيط واخد غرزة حشو والوحدة الجديدة هدخل تحت الضلعين على طول واسحب اخد غرزة حشو بالشكل دوت علشان خاطر تبقى الوحدة عندي متساوية والشنطة متساوية معي تمام بعد كده هنكمل عادي خالص في كل غرزة قابلنا هنزل نسحب الخيط ونطلع بغرزة حشو هنشتغل كده هشتغل بنفس الطريقة لغاية هخلص الوحدة دي كلها تمام وهخش كمان على الوحدة التانية يبقى انا اجمالي الشغل اللي هشتغله هشتغل على تلت وحدات هكمل لغاية الوحدة رقم تلاتة وارجع لكم علشان نشوف باقي الغرزة بتاعتنا هنعمل ايه وصلت لنهاية الوحدة زي ما انتم شايفين كده هوت نخلصت هنا شايفين قد ايه هي متساوية علشان يطلع الشغل بتاعنا مصبوط طيب بعد ما خلصت اخر غرزة معي تمام كده ايه هرتفع واحد اتنين ثلاثة سلسلة وحنلف الشغل بتاعنا وحنبتدي هننزل في اول عمود يقابلنا هننزل في اول برزة ننزل نعمل عمود بلفة بالشكل دوت تمام وبعد كده هناخد سلسلة وحلف الخيط هسيب آه غرزة مش هشتغل فيها هخش في الغرزة اللي وراها على طول وهشتغل عمود بلفة وبعدين هنلف الخيط وننزل في الغرزة اللي وراها هنشتغل عمود بلفة بعد كده هناخد سلسلة ونلف الخيط ونسيب غرزة من تحت مش هنشتغل فيها ونخش في الغرزة اللي وراها نسحب الخيط ونشتغل عمود بلفة. وبعدين لفة تانية وهشتغل في الغرزة اللي وراها هعمل عمود بلفة. سلسلة ولف الخيط. هنسيب غرزة مش هنشتغل فيها في الغرزة اللي وراها. هنزل اعمل عمود بلفة. تاني في الغرزة اللي وراها على طول. هشتغل عمود بلفة. هاخد سلسلة. علف الخيط. هسيب الغرزة دي مش هشتغل فيها. هخش في اللي وراها على طول. ونشتغل عمود وفي الغرزة اللي وراها كمان عمود. وبعدين سلسلة. هتخطى الغرزة دي اللي عليها الدور مش هشتغل فيها. هدخل في الغرزة. اللي وراها على طول. واسحق. اعمل عمود بلفة. وبعدين لفة تاني. وحنزل في الغرزة اللي وراها. اشتغل عمود تاني بلفة. هبتدي اشتغل السطر كله بنفس الطريقة اللي انا عملتها دي. تمام? اللي هو اتنين عمود وبعد كده سلسلة وتخطى تحت السلسلة غرزة ما اشتغلش فيها. وخش في الغرزة اللي براها واشتغل اتنين عمود في غرزتين. تمام? فانا هكمل السطر ونرجع علشان نشوف ان هنكمل ازاي. خلاص وصلنا لنهاية السطر. تمام? وقفل معي باتنين عمود في غرزتين. تمام? تكت اخر غرزة معي. بعد كده هرتفع. غرزة واحدة. وهنلف الشغل بتاعنا. هنبتدي نشتغل. احنا كده خدنا اللفة على الابرة. غرزة يعني. تمام? هنزل في اول غرزة تقابلني في اول عمود. هشتغل غرزة حشو. تمام? والغرزة التانية بتاعة العمود التاني. هنزل جواها. غرزة حشو برضو. اوكي? وبعد كده هوت هيقابلني بقى الفراغ اللي انا كنت بعمل فيه سلسلة. هدخل جواه واسحب الخيط. وهشتغل برضو غرزة حشو. وبعد كده هوت في كل بقى عمود هيقابلني هشتغل آآ غرزة حشو عادية. يعني اتنين غرزة حشو. فوق الاتنين عمود وغرزة حشو فوق السلسلة. بالشكل اللي انتو شايفينه دا قد. كله يبقى السطر كله هنمشي غرز حشو. كل عمود هشتغل فوق ايه? غرزة حشو. وكمان فوق السلسلة هشتغل فوق ايها غرزة حشو. طيب هنشتغل كده. تمام? لنهاية السطر بتاعنا. لنهاية هنا هاجي هنا هوت في اخر غرزة دي. هشتغل كل غرز حشو. ونرجع نشوف هنعمل ايه. بكده انا وصلت لنهاية الدور. وهنا هوت عملت غرزة فوق العمود الاولاني. وهعمل غرزة في آآ السلسلة رقم تلاتة كده من العمود الاخير. سحبتهو كده الخيط. وهتدي اعمل غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت غرزتين فوق اخر اتنين عمود. هنرتفع آآ بتلاتة سلسلة. اتنين. تلاتة. وهنقلب الشغل بتاعنا. وهنبتيجي هنا هوت. هنشتغل على طول هنا كده. في اول آآ انا كده العمود الاولاني. هسحب الخيط وانزل في العمود التاني. وهشتغل عمود بلفة. يبقى كده اصبح عندي اتنين عمود بلفة. بعد كده هوت هناخد سلسلة. وهنسيب غرزة من تحت مش هنشتغل فيها. وهنروح فوق اول عمود. ونسحب الخيط كده ونعمل عمود فوق ايه. ونلف الخيط تاني. وننزل في العمود رقم اتنين. واسحب الخيط. واطلع. يبقى انا كده عملت عمود. هنعمل سلسلة. وهنا تخطى غرزة من تحت مش هنشتغل فيها. هنخش في الغرزة على طول اللي هي فوق العمود. هعمل عمود بلفة. وهنزل فوق العمود التاني. وهشتغل برضو فوق ايه عمود بلفة. بالشكل دوت. زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا كده هوت. هنفضل شغالين. هتبتجي العمود تطلع فوق بعض. زي ما احنا شايفين في القطعة دي. تمام? العمود فوق بعضها. وغرزة اللي هي الفراغ. تمام? الكرزة الحشو. دايما هيبقى فوقها الفراغ. طيب. احنا ده وقتش هنشتغل بالطريقة دهية عبارة عن سطرين. سطر كله حشو. تمام? على مدار التلات وحدات دول. اوكي? والسطر التاني عمود بلفة عادية خلص. طيب هنرتفع بالسطور. زي ما هنا كده انا ارتفعت. انا هعدهم معكم. يعني انا ارتفعت واحد. واحد اتنين تلاتة. طب هحسبهم بالحشو طيب. من اول العمود هنا باللفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سبعة تمانية تسعة عشر اتناشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمسة ستة سبعة عشر تمنتاشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلات وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين اربعين واحد واربعين اتنين واربعين سطر. يبقى ارتفعت اتنين واربعين سطر. طبعا انت احنا مش هنتقيد. احنا ليه? قلنا اتنين واربعين سطر. وانا هنا او ما قفلتش الخيط بتاعي. يعني خلينا مركزين كده في النقطة دي. اوكي? احنا انا اشتغلت اتنين واربعين سطر الارتفاع بتاعي. طيب ليه انا حددت الاتنين واربعين مش خمسة ولا سبعة ولا تمانية? انا محددتش. انا على حسب هشتغل ازاي? لاني بعد كده هوت انا حاجي اضم كده. تمام? خلينا نمسك ضلع واحد. خلينا ده اقرب للكاميرا. تمام? حاجي اضم دول. اوكي? التلات وحدات دول على الشغل اللي انا اشتغلته. علشان كده انا سايبة هنا ما فصلتش الخيط بتاعي. علشان انا وانا بقفل الطرف دوت ممكن يقصر هنا. يكون هنا قصير. فحتطر اشتغل مثلا دورين تلاتة تاني. فانا يبقى عندي الخيط لسه مازال موجود. ما عدش اقطع في الخيط. وكده. تمام? وفي نفس الوقت هقدر اشتغل الطول بالزبط اللي هقفل بيه اخر وحدة في التلاتة وحدة الطول. تمام? يا رب تكونوا كده فهمتوا. اللي انا عايزة اه اللي انا اقصده يعني. تمام كده? ونفس القصة برضو في الطرف الدين. طيب فاحنا دلوقتي كده هو هنرتفع بالاضوار لغاية ما نوصل. لغاية اتنين واربعين سطر. زي ما عملنا هنا بالزبط. في الناحية دي. هخلصت الاثنين واربعين سطر. هطلع بيهم. وبعدين ارجع لكم علشان خاطر نشوف احنا هنقفل الجناب مع بعض ازاي? بقى نهي طريقة. تمام? استنوني لما ارجع لكم. ورجعت لكم حبيبي وارتفعت بالسطور. لغاية لما وصلت لغاية اتنين واربعين سطر. وبكده انا اكون خلصت الجنبين. ده الجنب الاول وده الجنب التاني. تمام? وحنبتدي بقى نشتغل علشان خاطر نشبك الجناب بتاعت الشنطة بتاعتنا. طيب. دلوقتي احنا هتجيب الشغل كده هو على العدلة بتاعته. ده الوش بتاعي. وهاجي من هنا كده. هاجيب الطرفين دول كده على بعض. والناحية التانية برضو هشبك الطرفين دول. كده مع بعض. تمام? هاجي هنا. همسك الطرف دوت كده. وحنيجي من اول غرزة. هنجيب الفتلة والابرة عادي خالص. وهنبتدي نشبك بيها الشغل بتاعنا. تقدري تعمليها طبعا بالابرة بتاعت الكروشي. ما فيش مشكلة. وتقدري تعمليها بالفتلة والابرة زي ما تحبي الشكل لناسبك ايه. انا عشان هنا هو اشتغلت طبعا خيط الوصلة. فانا كده هشتغل وهكمل بالابرة مرخيط زي الوصلات اللي انا شبكتها بعض. فحنيجي هنا كده. زي ما احنا متعودين كده هناخد اول غرزة معي. واروح اشبك في اول غرزة في من العمود بتاعي. هتجي اسحب. الخيط كده. واللي وراها. يعني هحاول بقى ازبط الدنيا معي. علشان خاطر تبقى الشغل معي متساوي. زي ما احنا شايفين كده. اخد غرزة والغرزة المقابلة ليها. وما شدش الخيط قوي. علشان الغرز معي تبقى مرتاحة. شايفين? خياط عادية خالص. ما فيهاش اي مشكلة. وحبتجي بقى يلا في كل كل غرزة تقابلني. وهاجي ايه? للغرزة المقابلة. ليها? زي ما حضركم شايفين كده. هنستمر خياطة لغاية لما نوصل لانهاية الجنب بتاعنا دوت. وبعد كده هوت. هجيب الجنب التاني برضو. وبنفس الطريقة كده. وحشبكو. بالشكل ده. بالخياطة. تمام? وبردو هنشتغل الجنبين هنا نفس الطريقة. خياطة عادية من الجنب دوت. وكمان هكمل اخيط من الجنب التاني كمان. هنقفل الجنبين. وبعدين ارجع معيكو علشان هنشوف شكل الشنطة بقت معنا ازاي. وده شكل الشنطة حبيبي بعد ما قفلت الجناب. ده الشكل معي. شايفين? شايفين قد ايه جميلة من الصقة? والخياطة جميلة جدا كمان نفس الخياطة اللي معي هنا من تحت. شايفين كده? والجنب التاني ده الشكل بتاعه. بجد قد ايه الوحدة جميلة جدا جدا والغرزة تجنن في الموديل دوت. الشكلها على الحقيقة بجد احسن كتير جدا جدا من الشكل هنا وراء الكاميرا. آآ كده بعد ما انا خلصت خلاص وقفلت الجناب بتاعتي. طيب هنعمل ايه? هبتدي اعمل آآ دورين من الغرز الحشو. علشان الخاطر ازبط معي لو في اي حاجة كده مسلا حاجة بسيطة هنا كده فرق. ابتدي ازبطها معي. ولشانطة يبقى الفنش بتاعها آآ نزيف. هنعمل ايه? هدخل كده. من هنا هسحب الخيط. بالشكل ده. تمام? وهياخد غرزة واحدة. هنزل تاني في نفس المكان. اخد غرزة واطلع بيها بغرزة حشو. زي ما احنا شايفين كده. تمام? بعد كده هخش في الغرزة اللي وراها على طول تحت الدلعين. تمام? تأكد ان انا ماشي تحت الدلعين. لو حابين تعملوها تحت دلع واحد هتدي شكل البليسي للشنطة. تمام? بس انا هعملها آآ تحت الدلعين. هعمل غرز من الحشو. ادي كده غرزة حشو هي في الغرزة اللي وراها على طول. غرزة حشو. والغرزة اللي وراها غرزة حشو. تمام? هشتغل في كل غرزة تقابلني غرزة حشو. غرزة حشو. من الغرز اللي سهلة جدا جدا. وكمان آآ بتزبط لي اي آآ اطراف انا اشتغلتها. وبتديني شكل طبعا آآ كويس قوي. هنا كده ادي غرزة حشو. في الغرزة اللي وراها غرزة حشو. تمام? هنا كده في الفرق دوت. تمام? انا هنا هوت. معي دايما آآ ابرى آآ بسن رفاية علشان خاطر آآ الغرز اللي هي فيها وصلات كده. تمام? اقدر آآ اشتغل فيها غرزة الحشو بتاعتي آآ بكل سهولة. وما فوتش ولا غرزة علشان تديني الشكل النهائي والفينيش اللي انا عايزاها. ووريكو حالا شكل الحتة دي بعد ما انا عملتها. هنفضل نشتغل كده. داير آآ الشنطة. غرز حشو. هشتغل قد ايه? هشتغل سطرين من غرز الحشو. عايزاكوا بقى تشوفوا كده هوا. شايفين غرزة الحشو? زبطت لي هنا ازاي? وكمان لما اطلع بالدور التاني هتبقى برضو هتزبط اكتر وهتديني شكل جمالي اكتر من جده. انا هشتغل سطرين بس المهم ان انا يعني هبقى محددة هنا آآ الكنار بتاع الشنطة. تمام? طيب بعد ما نشتغل السطرين آآ بتوعنا وخلصناهم خلاص هنبتدي نعمل يد الشنطة. آآ في قدامك كزا آآ اختيار آآ ممكن نجيب آآ اليد الجلد اللي هي الجهزة او اليد اللولي برضو جهزة تمام? وهشبك هنا هوت هعمل هنا يد وفي الناحية التانية يد كمان. تمام? دا بالنسبة لي اليد الجهزة. طيب انا ما عنديش يد جهزة. هنشتغل شغل عادي خالص بغرزة الحشو. هشتغل هنا هوت آآ برضو آآ يد هعمل يدين هشتغل يد من هنا غرز حشو للطول المناسب اللي انت عايزين. تمام? آآ هنشتغلها وهنسبتها هنا ومن هنا. تمام? وكمان الناحية التانية هنعمل نفس اليد اليد برضو. وحنشبك من هنا ومن هنا. بحيث الانتنين ازبطهم مع بعض. وكده يبقى احنا عملنا اليد بتاعتهم. آآ كمان ممكن نعمل يد واحدة بس من الاطراف من هنا. بنفسه ورزة الحشو. واليد تبقى طويلة بحيث ان هي ممكن تتشال كروس او تتشال عادي على حسب انتي المقاس اللي انتي محتاجة. تمام كده? دا بالنسبة لليد بتاعت الشنطة لو انتي مش عندك. ممكن بقى نضيف شرشوبة هنا هوت كده هوت. ممكن نحط قلبي صغير او مديليا او حاجة سامبل كده بسيطة هي بصراحة الموديل مش محتاج. ولكن في ناس بتحب تزود الحاجات ده هيت. فالاختيار طبعا راجع لكم. وكده هوت معنا شنطتنا اهيت. بكل تفصيلة انا ما سبتش حاجة غير لما قلتها. قدي الشنطة جميلة جدا جدا وشبابية قوي وعملية جدا جدا. لكل حاجة للنزول الصبحة للجامعة آآ للبحر للنادي هي مناسبة جدا. وكمان الديزاين بتاعها آآ جميل ويترندي كمان. وبكده حبيبي يبقى احنا وصلنا آآ لنهاية الفيديو. بتمنى من ربنا اني الشرح يكون كان سهل وبسيط عليكم. وبتمنى كمان اي حد ينفز الموديل دوت ياريت يبعتلي او يصور لي الموديل بتاعه. بحيس ان انا ممكن قدر انزله كمان على القناة. وتطبيقاتكم آآ اي اسئلة اي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات. وانا هرد عليكم في اسرع وقت. وبكده انتهينا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. بشكركم جدا جدا على المتابعة. وانتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.